اعترافات جديدة من العسكريين الأمريكيين الذين أوقفا في إطار إحباط مخطط انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو نشرتها فانزويلا آيرن باري وفي اعترافه رجح بأن يكون زعيم المعارضة الفانزويلي أخوان جوايدو على علم بتفاصيل العملية لم ندرك أننا سندخل عبر هذه المنطقة متى وأين تم التخطيط للعملية أمران كان معروفين لدى بعض الضباط الفانزويليين المنشقين وربما لدى زعيم المعارضة خوان جوايدو لا أعرف لكن هذه هي المنطقة التي توصلوا إليها وكنا هناك لمساعدتهم ودعمهم لوك دين من من جهته أكد إجراء محادثة غير رسمية مع الجندي الأمريكي السابق جوردين جودرو لم أوقع عقدا لقد أجرينا محادثة غير رسمية أعتقد أنه يمكن تسميتها عقدا شفاهيا يمنحني بعض المبادئ التوجهية الغامضة للمهمة حول تدريب الفانزويليين ديمين أكد كذلك أن أحد أهداف المهمة كان وضع الرئيس نيكولاس مادورو على متن طائرة تعليمات جودرو كانت تدريب الفانزويليين في كولومبيا والمجيء معهم إلى هنا وبعد تحقيق الأهداف مسؤوليتنا كانت تأمين طائرة ووضع الرئيس نيكولاس مادورو على متنها والبقاء في المطار المذكور لاستقبال المساعدات الإنسانية الآتية وزير الأعلام الفانزويلي خورخي رودريغز من جهته أكد تورط كولومبيا في محاولة التسلل معتبرا أن العملية جاءت نتيجة خرق داخل الاستخبارات الكولومبية وداخل استخبارات القوات المسلحة الكولومبية